السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تيفي أصدقائي بهذا الفيديو رح نحكي عن إضافة جديدة أضافتها شركة اليوتيوب رح نستفيد من هذه الإضافة رح نستفيد من خلالها أنه رح يزيد عدد المشاهدات على قناتنا رح يزيد معدل التفاعل على الفيديوهات رح يقل معدل الارتداد على الفيديوهات إن شاء الله رح نشوف الإضافة بعد الفاصل ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو تابعونا بعد الفاصل حتى نشوف الإضافة الجديدة أصدقائي تمام أصدقائي أول شي رح ندخل على المحتوى ونشوف ميزة الفصول اليدوية اللي شرحنا عنها سابقا ورح نشوف الإضافة الجديدة اللي تم إضافتها من قبل شركة اليوتيوب دخلت على المحتوى ورح أدخل على فيديو معين أنا ضايف فيه ميزة الفصول اليدوية طبعا ميزة الفصول اليدوية شرحنا عنها بدرس سابق فيكن ترجعوا للشرح بالبطاقة اللي زارت فيه على يسار الشاشة دخلت على تعديل فيديو معين وشغلت الفيديو بصفحة تعديل الفيديو مثل ما لكم شايفين الفيديو مجزأ لفقرات وكل فقراء لها عنوان بساعد المشاهد على أنه يلاقي الفقراء مباشرة يضغط على الثواني اللي شايفينها قدامكم على حسب الفقر اللي بدوا ياها بس أول شي يشترط يعني لحتى تشتغل هاي الميزة أنه نكتب بالبداية مقدمة نكتب 00.200 اللي هو التوقيت بداية الفيديو بيبدأ من الوقت 00.200 وعلى حسب كل فقرة منحط التوقيت الخاص فيها الدقائق نقطين بعدين الثواني شايفين أصدقائي هي مليزة الفصول اليدوية هذا الشي بيساعد محركات البحث على أنه يعني تم أرشفة العناوين ولما المشاهد يبحث عن فقرة معينة على محركات البحث فبيلاقيها فوران بهذا الفيديو هنا مثل ما تكون شايفين ميزة الفصول التلقائية لازم تكونوا معلمة بعلامة الصح السماح بيعرضوا الفصول التلقائية عند توفرها أو عندما يكون الفيديو مؤهلا بعد ما ضغطنا على المزيد من الخيارات من خلال تعديل الفيديوهات وطبعا ميزة الفصول التلقائية بتسمح لليوتيوب في حال نحن عطيناها السماح أنه يتم تجزيء الفيديو تلقائيا من قبل أنظمة اليوتيوب ولازم يكون الفيديو مؤهل وهي هي الصفحة مثل ما تكون شايفين رح أترك لكم رابطها بالوصف أسفل الفيديو إن شاء الله في حال كانت الميزة منازلة عندكم بصفحة تعديل الفيديوهات هي الميزة يعني رح يتم تعميمها على جميع القنوات إن شاء الله وإذا كانت موجودة عندكم الميزة اكتبوا لي بالتعليقات ولازم تكون القناة خالية من حقوق الطبع والنشر أو إنذارات حقوق الطبع والنشر أو إنذارات تتعلق بإرشادات المنتدى مثل ما موضح معنا بالملاحظة ومو كل الفيديوهات المؤهلة رح تشتغل عليها ميزة الفصول التلقائية يعني ما شرط أنه تشتغل هاي الميزة على كل الفيديوهات طيب أصدقائي لو حبينا نوقف هاي الميزة وما نشغلها على الفيديوهات بعض الفيديوهات أو كل الفيديوهات فشو منساوي نحنا منروح على تعديل الفيديو ومننزل على هاي الإضافة ومنشيل عنها علامة الصح ومنضغط على حفظ في حال أنا أردت أني شيل هاي الميزة من فيديو معين أو بعض الفيديوهات طيب لو أنا ما بدي هاي الميزة إن تشتغل على قناتي بشكل عام فبروح على الإعدادات وبعدين على الإعدادات التلقائية للتحميلات مثل ما موضح معنا هون بالخطوات المكتوبة بالمقال الرسمي مثل ما لكم شايفين هذا هو المقال الرسمي إذا حبيتوا تتبعوا الخطوات فبروح مثل ما قلنا على الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات وبعدين منروح على الإعدادات المتقدمة ومنلاقي هاي الإضافة السماح بعرض الفيديوهات التلقائية بشيل من عنها علامة الصح بعدين بلاقي بالأسفل علامة الحفظ أو أيقونة الحفظ وبضغط على حفظ فهي هي الميزة أصدقائي رح تفيدنا كتير إن شاء الله في زيادة عدد المشتركين عدد المشاهدات عدد التفاعل أو نسبة التفاعل والاحتفاظ بالجمهور وبتمنى يكون عجبكم الدرس لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس ليوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته